حياكم الله لو راجعنا صفحات تاريخ راح نتعرف على العديد من الثورات منها ولدت ميتة واخرى عاشت لفترة من الزمن ثم طواها النسيان بأحشائه لكن قليل من هذه الثورات منحافظت على سر بقاءها وديمومتها ونجاحها ومنها انتفاض الصفر عام 1977 وقتها النظام البعث الإجرامي صادر كل الحريات لكن أبناء النجف تحدوا أزلام النظام البعثي المقبور وخرجوا مشيا على الأقدام ليحياء هذه الشعيرة شعيرة الأربعين ووصولا إلى كربلاء المقدسة ستعرفون من خلال نصف ساعة تلفزيونية عزاء المشاهدين على تفاصيل انتفاض الصفر عام 1977 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذا المكان تحديدا انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى هذا المكان سيد هو مبنى المحافظة القديمة شنو اللي صار بالتحديد بالبداية البداية أنه سمعت المواكب وأهل النجف أنه هالسنة ممنوع ماكو كيادة ماكو ماشي جمعت بعض الناس الخيرة لقدام الحسين وسووا ووفد من أربع وخمس أشخاص قابل المحافظة جيد ايجو لهذا المكان المحضور فضل بس الجماهير انتشرت هنا فضل ايه انتشرت الجماهير اللي يتكلموا يا المحافظ الله يرحمه الشهيد عباس عجينة الله يرحمه ممنوع قال له إحنا راح نطلع وش عنده قوة الشهيد عباس عجينة ايه قال المحافظة إحنا راح نطلع وش عنده قوة rises uy Gutenberg احنا نطلع له الحسين ايه وطلعت من انا الناس انطبعت على سوقة الشبيرة صار التجمع ما بين باب دخلته من اطلعت ودخلته على سوقة الشبيرة اي ايه منا صارت nel سlesm اي ضر صار التجمع وين باب الصحين اباب السوقة الشبيرة اي جمعت الوادي رفعة الراية كبيرة الراية بدت المسيرة على شارع الصادق وعلى ميدان من نانة وبهذا الفرع اللي قبال الأطفائية وعلى الوادي يعني هذا أولا تحدي للمحافظ من رجعة المسيرة بهذا الاتجاه نامنا أمام المحافظة ردت فعل الحكومة أو بالباية معكم وصلنا إلى خان النص خان النص بدأت القوة تنزل نجدة وشرطة من هذه النقطة وصولا إلى خان النخيلة وصولا إلى كربلاء المقدسة صارت أكو ممانعة من أزلام النظام البعثي خان النخيلة صارت الممانعة هنا ماكو أي ممانعة ما مشت الجماهير جقد عزتكم تقريبا اللي انطلقتوا من داخل المدينة القديمة من هذا المكان جقد عزتكم تقريبا 300 أكثر أكثر من 300 شخص حتى اللي تعزل المحل عزل المحل يلتحق بيكم صارت يعني صارت ثورة صارت ثورة شناللي يجب بالك من وقفت يتبقى بالمحافظة القديمة هسي شناللي يجب بالك حسي أذكرت الموقف يا موقف الموقف هو اللي صار أذكرته وكان لو عندنا القوة كافية نعدمها المحافظة بس نحن ناس عزل عزل شناللي يجب بالمحافظة شناللي يجب بالك الشوار في وقت انتفاضة الصفار كان يحتاجون إلى المواكب لذلك المواكب كان عددها قليل جدا واحد من أهم هذي المواكب هو موقف الحقار اللي أبطالهم من الكسبة اللي موجودين للآن في منطقة حي العرفين الآن داخل أحد هذه المعامل وواحد من المؤسسين هو سيد رحمان العواد نعم جواك الله سيد الله محلقين حبينا تحدث عن شون توصلون المواد الغذائية وشون بدأتوا توصلوها لمنطقة خان النص داخل هذا المعمل كنتوا تجتمعون طبعا نجتمع بكل مكان نجتمع بكل مكان نجتمع وهذا يسلب دمنا خدمة الحسين تسلب دمنا زي شون بدأتوا بوحد انتوا فهبا شون بدأتوا توصلون المواد الغذائية ومسقون المواكب واللي اعرفه انه اسمك كان مطلوب. نعم نعم. بيك تقرير. نعم نعم تقرير وها صير اعرفت. وانا بالنسبة لابو الامن من راضي ينزلني. وقالي نزلوا جوان. على اخوان. هاي بالسيطرة بالسيطرة الاولى. وانتو ما اخذين. واحنا ما اخذين الاكل. وصعد ابو الامن قال بس سيد رحمان ينزل. عليك. عليك انا. بس هو ما يعرفني. يعرف بس بالاسم بالشكل ما يعرفني. اي. فانزلت انا والمجموع اللي وياي. سأل على سيد رحمان. ربعنا الطال. اي. ما حاجة جاوبة. اي. فضرب شم واحد من عندنا راجيات. اي نعم. وبعدين صعد قال صعدوا. احنا ندور على سيد رحمان. احنا استمرأتوا هناك. استمرأنا هناك وازعنا الاكل. اجينا هاي انا مرة ثانية هم اكل ثاني. هنرجع. هاي هاي استمراريتنا. احنا علينا الدعم اللي. على طول هذا الطريق. على طول الطريق نعم. اكون اه يعني دوريات اكون. دوريات. مخفية يعني مو مظاهرة. لكن ما يقدر يظهر امام هالجمهور اللي موجود. اه. هي ما يقدر يظهر. يعني ما اكفي. بعدها بفترة اجي ونفس هذا المكان. نفس المكان. اتقلوني عرفيت. شين اللي صار صار حوار اللي اللي صار حوار. انت سيد رحمان. نعم انا سيد رحمان. لازمي. شجاعة. نعم. كل شجاعة. اخواني يسمعون. جاعدين داير مداينا يشوفون. دخل المعمل. دخل المعمل اللي انا هدت انتبسيده. قلت لتفضل. انا سيد رحمان. اعرف اهل من تاخذ. هو من سيد رحمان. سيد رحمان انا قلت. قوي بخدمة الحسين. قوي لخدمة الحسين. قوي بالحسين. جدهير حسين. فالا اخذني الى مندلية الامين. وطوقوا الحرفين اربع سيارات اللي جت طوقت الحرفين. حتى يكون قبض. نعم القبض. ما انهزم. لا لا ما انهزم. بس انا وقل لك بس دل بداية من اه بهاية الاربعين ضيعت يعني عرفين? اه فتر ايه فتر اختفيز وطلعت. هذه المحطة الثانية في طريق ثوار انتفاضة صفر للوصول إلى كربلاء المقدسة أنا الآن أقف داخل موكب الحدادين وهو شاهد على ما حدث من صدام بين أزلام النظام البعث المقبور وثوار انتفاضة صفر لذلك رح نستمع إلى شهادة خدام الموكب ما حدث في ذاك الوقت عام 1977 تعالوا حجة وحسين رضا زاد فضلك حضرتك ناصل أربع أشخاص كنتم تواجدين داخل الخير داخل الخير ما كان بهذا الشكل الموكب صار صدام بين أزلام النظام البعثي والثوار بالتفصيل شنالي صار بالتفصيل احنا قاعدين بالخيمة مالتنا اي مال موكب مالي فصارت طلعت دعا من الهابة مال البيادة تلاقوهم النظام البائد تلاقوهم اي وشي بديهم تواثي وشي بديهم هاي تلاقوهم للجسمة اي وشي بدينا عود اي ثم انا احنا نحسين فمن ذولا راحة واجه السيد باقر شر لقاهم واقفين سيد باقر الحكيم شوفوا قالوا لسيدنا لا في هذا الروح لا لطول لا مشيق لا يستحن حتى على في هذا المنعونه قالوا ان شاء الله ترحون بالسلام وتجونوا هاي فرساء لن اجتنا بعد دعا ثانية جاي هم طلعوا من هنا شجعهم السيدين جاي مستقناهم يعني اي اي ان شاء الله ترحون بالسلامة وماكو شي وهدوء احنا نريد جاي واتراحين للحسين واتهلش الهلش الهلش بالطريق والناس والتزوار المهم راحة فالساء هم ردوا علينا ذولا قالوا انا اخطاهمهم وطلعوا قبر البيادة راحة انا اسأل هنا انت كنت موجود انا واقف واقف على ما اراحوا جاي زين واحد يسأل ناس عزل وان كان عددهم بالمئات كل شي ماكو عزل ما بيديم الله مين ببرتقال بدينا ببرتقال بديكم بديكم اشي اما اتوجه واحد يسأل يعني هم كانوا موجودين ازلام النظام البائي البعثيين حتى يمنعوكم حتى يمنعوهم ماذا عالطليق واحد شون قدروا يجاوزوهم يطلعون عالله واحنا القوة القوية انه يخلصهم يرحمون قوة الله والايمان القوي خلهم يعبرون ولا كان التارشيل في شارع كله والبيوت هل انبعتين ولا من انسحبه وما قدروا منهم ما قدروا من الواد لانه واية بالالاف راحة اها والله بعدين قاموا من الصير من فراغ بين الناس يقدرون يحصرون هذا يحصرون هذا يكون شو جو مشحون تاني هنا مذبوح بدنا وبموت خالي يعني مستميتين مستميتين ان شاء الله يعني ما كان يقدر الى حد اليوم يعني شين تقدمونهم خدمة انتم احنا موكبنا ثمان واكلناهم ماي وحنا تساعدين من قبل اربع تيام زين ابو حسين هسه واحد يجي يقول يقول يابا الامين والبعثين ما قدروا يوقفون الزوار هاي اللي بالمئاتة وبالالاف تتقول زين يعني ما حاولوا يمنعوكم ما يقولوا يمنعونا جاييني بايمانك واحد مع واحد اللي يجي فوت الفائد مكان ما يقولون الناس هواي وتعرف التزوار وفي هذا بعد شوف الساعة ثانية وشوف الدنيا جونة يعني ما قدروا حتى عبد ما قدروا كل قوتهم كل قوت رغم ما اجتب شسر الدبابات والطيارات والدنيا انقربة كل شماة حاجة حسن انتم مجموعة من الاشخاص كانت مهمتكم فاقتل انتوا فاضل وتوصلون للمواد الغذائية توصلون للمواد الغذائية نوصل للمواد الغذائية كل يوم بيوم كم شخص كان يوم انتفاضة قبل بدايتها خمسة قبل من صارت الانتفاضة حوالة بالثلاثين واحد ثلاثين واحد ايه اللي توصلون للمواد الغذائية والطبخون هنا اللي توصل على الاكيل واله الحاج عبد الحر العكايشي من اصغر المشاركين في انتفاضة صفر ونحكم ثلاث مرات بالاعدام واحد نحكم بالاعدام ثلاث مرات هسا ينجي اول مرة ثاني مرة شون مرة على الخدمة الحسينية كم شون على المايد حلقوا والقبضوا علينا ودونا المديرية امن النجف ايه قريب مديرية امن النجف واحد من الشرفاء خلصنا وهو تابع للنظام اهه خلصنا بمبالغ مبالغ لم من الموجودين وخلصنا ومرة ثانية اطعفوا كان عدي هروب والثالثة الثالثة انحكمت بالاعدام وبنفذوا حكموا الاعدام تنفيذه بالسبعة الصبوح مركز تدريب النجف هاني بالنظباطية موجود ساعة بالخمسة الصبوح خلصني احد الشرفاء الحسينيين ماجد ابو صيبع كان امر انضباطا النجف الله يروح مع عدم صدام الله او احمد العكاشي كان ضابط بالشرطة خلصوني بعملية الهروب جاي يعني سهلوا لي مهمة الهروب بعد ثلاث مرات من اجيث من حكم الاعدام تتذكر شين اللي صار وقتها كان عمرك بانتفاضة الصفر 13 سنة انتفاضة الصفر كان عمري 13 سنة بالسبعة وسبعين قبل ان اقول لك ندخل بالتفاصيل بل طفل عمري 13 سنة بل فاهم شين انتفاضة ثورة شين اللي كنت انا ما اعرف الا احنا على الحق الحسين على الحق والصدام والبعثيين على باطل من هذا المنطلق بذاك العمر انا ما كنت خايف لا ابد ما خايف لا ذاك العمر ولا بزمان صدام ولا اسا خايف جيد قلت لي قبل اللقاء تتذكر شنو اللي صار بعد الصدام وخلال الصدام بين البعثيين والثوار وقتها وقت المساء كان خان النص بلي باللي اللي جدت النجدات الخان النص قالوا جدت النجدات وصار اصطدام داخل الخان لان احنا الموكب ماننا مضطرف شوية عن الخان ومواكب قليلة يعني ما يتجاوزن خمسة عشر موكب بالنجف كله مم فصار اصطدام قالوا انكتل واحد استشعر استشعر حد جعل جنجور رح يشوف من اللي انكتل او عاني ويا امشي اي فاجأ غازي ابو الدشلي الله يروحمه عدم صدام ويا ابن عجينة اي نزعوه دجداشته مزقوهه كل هدم دجداشته بيضه وراحوا مسيره راجله وبيدهم كله تواثي وبباري الى مركز الشرطة كسره وجام مركز الشرطة وشرده والشرطة صعد غازي ابو الدشلي رفع الرائمة الاحسين احنا الان نقف على مشارف مدينة كربلاء المقدسة هذه المحطة الاخيرة في طريق ثوار انتفاض الصفر اللي صار بعد خروج الثوار من خان النخيلة وصولا الى الشارع العام حتى يستكملون هذه المسيرة لكن اتفاجأوا اتفاجأوا بالدبابات والمدرعات والسيارات وازلام النظام البائد الحاج محمد علي شنون اول شخص تصدى رغم انه ما يحمل سلاح لكن تصدى ووقف ويجهد دبابة صحيح هذا الكلام؟ صحيح قبل رأسا ننلة هنه مخفيات ورد تلة رأسا شو ذني تواجهنا احنا وياهم على الشارع العام ظلوا هم يطاردون ورانا منا ومنا عرفية احنا ظلينة ما فكرت واحد يجي يسأل حجي ما فكري تيجي توقف قدام الدبابة شو نرتي؟ يعني انا بالنسبة الي اتعبد وقلت هدولة انا ما يرحموني احسن كل شي اذا القبض عليك اي اذا قبض اذا لازمون يعني انا قلت انا بهالحال انا شا سوي خلي هنا انا رأسا بهالمكان هذا الشريف اه واقلها يتخلد اسمي بثوار الحسين وقفتش قدام الدبابة وقفتش قدام الدبابة هو رأسا ندا سبرك بنفس المكان اه كان هو واحد عالبرج هو غلط علي انا ظلتش هو لما اريد يحول ينزل من الدبابة انا نزلت وين عن الشارع نزلني لي جوا البازل هذا موجود هنانا اي قريب زين احنا مننا مننزل على البازل اي دبابة ماذا تعبر فقدرته تعبر اعبرنا على ذاك الصوت زين السيارات ماذا يقدر لا يقدر ليجين ورانا ولا دبابة البازل كان هو استوى فاتحي يعني اللذي هو انقذنا هو هذا البازل جيد من بعدها شون اكملت المسيح احنا احنا اطلعنا احنا افراد اي يعني مثلا عشرة خمسة اي اعبرنا البازل اي بالتالي قدرتوا انه تخلصوا اقدرنا اعبرنا احنا مشينا مسيرة الى وصلنا الى طريق حلة كربلة بلبساتي جيد قالوا مرة الله يرحمها لو طيبة الله قطيها العافية كانت تخبز من هذا يما احنا جواعي قالت بيكم الخير قالوا له هالا الشجار مال التنور الخبز كله ارتب جابت لنا تمر زهدي اقعدنا اشربنا هم كان عدو محب مال ماي اقعدنا اشربنا ماي ارتاحنا ارتوينا بعدين اتوجهنا الى طريقنا جيد صرف لي شون يعني كيف القي القبض عليك انا جيت منها من اركبنا كنت جيت انا الاهلي اركبنا بالمصلحة اخو مصلحة كربلة حلة اه القي القبض عليك بعد كم يوم من الانتفاضة بفترة يعني تقريبا اش يعني اه او خمستعاش يوم خمستعاش يوم بقيت بل امن العام بقيت انا سبوة عشر بقيت سبوة عشر تحقيق والتحديق بالتحقيق والتعذيق عذيب وهاي عرفيت كاي اللي بعدين احنا قالوا يا بابا ذول الجماعة اللي احنا عدمناهم ذول استكفينا من عدوم الباقين طلعوهم خمسة محمد سعيد جوان ستة رازي جودي محمد خلوة سابعة ناجح محمد كريم من الشخصيات البارزة واللي كان لها دور كبير في انتفاض الصفر والشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قدس السره اختارنا نكون ختام الحلقة بلقاء مع سماحة الشيخ حسان الفضلي ذكر التفاصيل لأول مرة تذكر في وسائل الإعلام اذا نبقوا لنا وهذا اللقاء مع سماحة الشيخ حسان الفضلي اشتركوا في القناة سماحة الشيخ حسان الفضلي الله يراعكم لما تحدثنا عن شهيد المحراب الخارج في وقت الانتفاضة انتفاض الصفر عام 1977 ما كان يمثل من دور هذا الرجل العظيم ايضا الى اي مدى كان يشكل خطورة على السلطة الحاكمة في ذلك الوقت سنت بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة دور اللي لعبه في انتفاض الصفر عام 1977 كان يجسد بالتالي الخطوة الاولى كانت انه التشجيع وكانت انتفاضة اصحاب المواكب اصحاب المواكب عزموا قرارهم على الاطلاق المسير في زيارة الاربعين طبعا هو واجهوا اصحاب المواكب من عام 1969 في اواخر حياة الامام السيد محسن الحكيم ما بعدها بدأت تصعيد تصعيد ضد المواكب لتقييد حركتها وبرامجها والاخر هذا التصعيد بلغ الذروة القمة عام 1977 بلغت المواكب تبليغ رسمي قبل المحافظ ممنوع اطلعون اصلا مشاركة في زيارة الاربعين ثم طلقوا المواكب لم يتقيدوا ولم يستمعوا للسلطة انطلقوا في مسيرتهم الى ان وصلوا الى خان النص كان تصعيد وحدث بصدام صدام شديد قد له وقوع ضحايا امام ذلك السلطة شعرت انه تحاول تهدئ الموضوع بطريقة وباخرى اللي من جانب فيها كسر الجماهير مناوية تتراجع على الاطلاق خدام الحسين من جانب اخر انه هي تريد تحفظ وجهها وانه هي لازالة القادرة والقائمة اللي تكسر حجاية الكل امام هذا لجأة السلطة جرى اتصال من خلال الوسيط كان سيد مصطفى جمال الدين رحمة الله عالية اتصل سيد مصطفى جمال الدين بالشهيد سيد محمد باكر الصدر وطلب من عنده انه يمثل دور الوساطة مع خدام الحسين لتهدئة الامور الاخرين شهيد تصل بشهيد المحراب سيد محمد باكر الحكيم رحمة الله عليه قدس الله نفسه وطلب من عنده انه يابا تعال انت روح الى الزوار اكو هتش فكرة حتى نهدئ الموضوع يعني بين خدام الحسين والصراع مع السلطة يستمر المسير مع انه يهدئ الوضع اه هو هنا كانت الفكرة شهيد المحراب عرض قال له للسيد باكر قال له انا اشوف هذه القصة مقصودة اولا السلطة تعمدت التحرش مع خدام الحسين حتى تصعد الموقف امام ذلك تنتقل الى مرحلة اخرى وهي طلب بساطات الوجهة ورجال الدين والحوزات والكذا ثم تبدأ تصعد المرحلة الثالثة تبدأ بعملية اعتقال وقتل واختيال الجميع هذه مقصودة الشهيد سيد محمد باكر الصدر قدس الله نفسه وجهة نظره كانت قائمة يقول له انا اشوف انه حرمت وديمومت واستمرار الشعائر يقتضي من عندنا التضحية لازم نستمر في هذا الموضوع على مدى نحافظ على الشعائر ليه تم استهدافه لان هذا استهداف للشعائر كان بشكل واضح في بقيته شهيد المحراب يذكر يقول انه حجم القلق والتردد لانه مستوضح الحركة اللي جاي يسويها السلطة في مقابل ذلك اكو ضغط انه ضرورة الحفاظ على الشعائر شنه هي الخطوات اللي لا يكون يعني يستغل منه السلطة ويحفظ حيبة الشعائر كل حتى اخذت خيره مرتيا على انه ما رح طلعت مو زينة لازم اروح فبقيتها طلب انه من خلال سيد مصطفى جمال الدين رحمة الله عليه انه انا اريد بابلاغ رسمي من المحافظ على انه اكون اقوم بدور واسيط بشرط انه خلي يصير الواضح اللي انه الخيارات كانت بشكل التالي خدام الحسين يردون استمرار الشعائر السلطة تريد منع الشعائر فانا اريد بشكل رسمي وواضح من السلطة انه الموافق على استمرار الشعائر حتى انا اروح لخدام الحسين واتحدث وياه حصل الموافقة؟ المحافظ كانت لأول مرة في حياته شهيد المحراب يجلس مع المحافظ بقتها جاسب ركابي وابلغه بشكل رسمي انه القيادة في بغداد لا مانع لديها من استمرار الشعائر والمواكب وكذا ولكن ليصير شعارات ضد الدولة ضد السلطة وتهدئة الامور فبعد ما ابلغه شهيد المحراب توجه راح الى الخدام الحسين المتقل التقى بهم في خان النص وكانت جلسة وياهم حواء شهيد المحراب اكد نحن انا مرسل من قبل شهيد الصدر واكد عليكم ضرورة بقاء واستمرار الشعائر اكد على هذا واحنا دعميكم ودعمين حراككم ودعمين هذه الخطوة احنا والامام وجرى اتصال بينه من خلال السلطة وطلبوا انه ياب التهدئة وكذا وهيك على انه تستمر الشعائر ويعلن موافقة الحكومة على استمرار الشعائر واستمرار مسيرة الاربعين في خان النخيلة باجر ياب على اساس على هذا الموضوع الجماعة مكيفة وانه حتى تصير تهدئة لانه بصريح العبارة يعني خدام الحسين قل له له شهيد المحراب قل له له خفنا ولعبة رواحنا من الغدر طريقة الغدر اللي كانت تمارس من السلطة وياهم على كل حال رجع شهيد المحراب ثاني يوم للصبح للتسعة الصبح ماكو شي اتصل شهيد المحراب سيد مصطفى جمال الدين قال له سيدنا الى الان ماكو شي جماعة فشنو موقفهم قال له انتظرني هسه اشوف خابر محافظ محافظ رجع خابر شهيد المحراب قال له سيدنا الجماعة قطعوا الطريق وتجاوزوا على الحدود وكذا وهذه فكانت الصورة الواضحة لشهيد المحراب ابلغت قوات الفيلق العاشر بوقتها اللي فيه المسيب للتوجه الخان النخيلة لضرب الزوار وكان التصعيد اللي كان وبعدها ما طولت بثلاثة أيام بعد هي الزيارة وفقوا الزوار خدام الحسين تاج الرأس جزاهم الله ألف خير وصلوا الى اللي في الحضر كل التفاصيل طلعنا عليهم خلال مخدام يعني لعدسة البرنامج انا اريد اسأل كان هناك اتفاق مع المحافظ وذهب شهيد المحراب اذا توقيت اعتقاله اولا لأي سبب اعتقل شهيد المحراب التهمة اللي وجهت الى انه تحريض الخدام الحسين على الاستمرار والتصعيد في شعار الحسينية ضد الحزب والثورة والآخرين حديث شهيد المحراب اللي جرى مع خدام الحسين اعتبره هذا مصدر اكتهام الى انا اسألك اليوم تعتقد انه توقيت اعتقاله مدروس اي طبعا يعني انتنا نشوفها مو بعيدة يعني ثلاثة ايام بعد الزيارة بالضبط تم اعتقاله يعني القصة مضبوطة موهج الموضوع اعتباطي واش لو ما كانوا هذي لا كانت مقصودة وحتى كان الهدف انه يشمل من ضمن الشهداء العشرة الوجبة الاولى كان الهدف هذا ولكن صار تردد يعني بوقتها انه يابا هذا بالنتيجة ابن سيد محسن وتصعيد الصير الان ومنا احنا زيارة فخففوا الموضوع مو عدام خليه يصير مؤبد خمشة وعشرين سنة وهذا اللي صار هذا حتى القضاة بوقتها يعني اللي اجبروا على التشكيل لجنة ثلاث قضاة اثنيا من عندهم ما وافقوا على ازدار هذه القرارات ما كنت شي مهزلة قضائية جرت انه يقعدون يلا حكموا كذا الف بادي باربع ساعات فلان اعدامة فلان كذا فلان مؤبد فلان هذي وما يشوف اثنيا من عندهم وطردوا من الحزب والثورة ومرست عليهم ضغوطات الاخر بس واحد اللي هو حسن العامر على ما اذكر هو اللي اصدر القرارات والاحكام وتم التنفيذ وتعلضوا الى تعذيب وعاش شدة انواع التعذيب في المعتقل وهو كل خدام الحسين شبعوا منها الضيم والتعذيب ولكذا ويا سبحان الله للتاريخ هذه انتفاضة سبعة وسبعين اللي صارت كانت البذرة اللي ادت الى ان نصل الى هذه الاعداد المليونية كانت ترى اعداد قليلة اللي تروح صارت هاي الاعداد المليونية هي بذرة سنة ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين خدام الحسين وموقفهم المشاركة كان هذا جوابك بسؤالي الاخير الله يحفظكم لا العفو الله يرعاكم اشتركوا في القناة